شايفي إزاي إنجازات محمد صلاح اللي حققها في ليفربول مين محمد صلاح أو بيقولوا أنت أول واحد اكتشافته أنا شفته وهو عند 14 سنة بيقولوا الكلام ده لا مش بقوله لا طب ما أنا عاوز أعرف منك بقى طيب إيه القصة أنا كنت في اللجنة الفنية في اتحاد الكرة كويس وعندي ريعه ها في القاهرة ها وأنا مسؤول من الغربية لكفر الشيخ لسكندرية واندات الدلتا ها إن أنا أشوف الولاد الصغيري كويس للمرحلة السنية يعنيك جات على محمد صلاح فروحت اه وكان معايا برضو ابني وامه وامي رحت خطهم بالعربية وروحت الريعو ايه أنا جت لك عم الريعو وانت هتوجه ايه في ايه قال لي تعالى بس أنا عايزين أنا عايز أشوف اه أجبال من هنا هوت عشان نخدهم في المقاونين العرب كويس وقلت له خلاص نتلع بقا في المقصورة اللي فوق عشان تشوف عشان نتفرج اه فهنا قاعد بتفرج هو شوف وهو صغير 14 سنة اه هو زي ما هو بيعمل كده الله جناح اليمين ويجري ويرقص ويخش للداخل يعني دي من صغره كان بيلعبها أنا شايفها ها اه قلت له ده ده موهوب من عند ربنا المحيب ده هاللي خلاص أنا حاخده من هنا هو طالما انت قلتلي اه قلت له وخده خده خده فين المقاونين العرب طيب ايه رأك في الانجازات اللي بيعملها محمد صلاح دلوقتي في نادي الليفربول بيحبوه والانجازات اللي حققها ايه انت شايفها ازاي اه جاب اهدف كتيرة جدا وكرة جميلة جدا لليفربول بالذات ممكن نشوف لعيب في مصر ده محمد صلاح تاني والله فيه فيه اه طبعا فيه فيه لعيبة كويسة